السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نتعرف على أهم الأفعال التي تأتي مع الأكوزاتيف يعني الأكتر استخداما أول فعل هو فعل أنغوف يعني اتصل يتصل هو فعل منفصل لزن يعني قرأ يقرأ لزن كذلك فعل بلس أكوزاتيف إيش لزي أين بوخ أنا أقرأ كتاب بتصال يعني دفع يدفع ودفع ثمن شيء ما بتصال إيش موس دي غيشنو بتصال يجب علي أن أدفع الفاتورة دي غيشنو يعني الفاتورة إيش موس دي غيشنو بتصال أوفغيمن يعني رتب يرتب أوفغيمن رتب يرتب هو فعل منفصل إيش رؤيمن مين زيما أوف أنا أورتي بغورفاتي إيش رؤيمن مين زيما أوف أنا أورتي بغورفاتي بيسوخن يعني زارة يزورو بيسوخن إيش بيسوخن مينشوشتا أنا أزور أختي إيش بيسوخن مينشوشتا أنا أزور أختي يعني رأى يرى يعني احتاجة يحتاج Ich brauche ein neues Handy أنا أحتاج إلى هاتف جديد Ich brauche ein neues Handy أنا أحتاج إلى هاتف جديد Suchen يعني بحث يبحث Suchen Ich suche meine Brille أنا أبحث عن نظارتي Ich suche meine Brille أنا أبحث عن نظارتي Essen يعني أكل يأكل Sie ist ein Apfel هي تأكل تفاحة Haben هو في الملكية في اللغة الألمانية Er hat ein Auto هو عنده سيارة Er hat ein Auto هو عنده سيارة Finden في اللي يعني وجد يجدو Finden Wo finde ich hier eine Bäckerei أين أجدو مخبزة هنا Wo finde ich hier eine Bäckerei أين أجدو مخبزة هنا يعني عندما تسأل شخص ما مثلا في مكان لا تعرفه وتريد أن تسأله عن مثلا مخبزة تقول له أين يمكنني أن أجدوها أو أين أجدو هنا مخبزة Hören يعني سمع يسمع Hören Wir hören ein Geräusch يعني نحن نسمع دوضاء Wir hören ein Geräusch نحن نسمع دوضاء Canen فعلي يعني عرفة يعرفو Canen Ich kenne diese Stadt أنا أعرف هذه المدينة Ich kenne diese Stadt أنا أعرف هذه المدينة Lieben فعلي يعني أحب يحب عندما تحب شخص ما أو تحب شيء ما Sie liebt diesen Ort هي تحب هذا المكان Tragen فعلي يعني إرتدى يرتدي Tragen Sie trägt einen Mantel هي ترتدي معطفا Sie trägt einen Mantel هي ترتدي معطفا Vergessen فعلي يعني نسى ينسى Vergessen Er vergisst Immer sein Handy Zu Hause هو دائما ينسى هاتفه في المنزل Vorbereiten يعني حضر يحضر هو في المنفصل Vorbereiten Sie bereitet das Essen vor يعني هي تحضر أو تعد الطعام Sie bereitet das Essen vor هي تحضر الطعام Fragen يعني سألة يسأل Fragen سألة يسأل Sie fragt Mech هي تسألني Sie fragt Mech هي تسألني Hass فيل يعني كره يقره عندما تكره شيء ما Ich has diesen Tag أنا أقره هذا اليوم Ich has diesen Tag أنا أقره هذا اليوم Genießen يعني استمتع يستمتع Genießen Ich genieße das Väter أنا استمتع بالطقس Ich genieße das Väter Trinken Sein sein Auto Jets Wochenende Bestehen فعل يعني نجح ينجح Bestehen Sie haben Deprüfung Bestanden يعني هم نجح بالامتحان Sie haben Sie haben Deprüfung Bestanden هم نجح بالامتحان الفعل bekommen يعني استلم يستلم ولكن عنده معاني أخرى Sie hat einen brief bekommen لقد استلمت رسالة Sie hat einen brief bekommen لقد استلمت رسالة Reparieren يعني أصلح يصلح Reparieren Ich reparere das radio أنا أصلح المedia Ich reparere das radio أنا أصلح المedia Verpasen فعل يعني فاته أو لم يلحق ب أو ضيع Sie haben den bus verpasst يعني لقد فاتتهم أو لم يلحقوا بالحافلة أو den bus يعني الباس Sie haben den bus verpas لم يلحقوا بالحافلة أو الباس Verlieren يعني أضاع أو فقد Verlieren Ich habe meinen pass Verlieren يعني لقد فقدت أو ضاع مني جواز سفري Ich habe meinen pass verlieren لقد ضاع مني جواز سفري فعل Abzagen يعني الغ يلغي Abzagen Sie hat den Termin Abgesagt يعني لقد قامت بإلغاء الموعد Den Termin يعني الموعد Sie hat den Termin Abgesagt Verstehen يعني فهم يفهم Verstehen Verstehst du mich يعني هل تفهمني Verstehst du mich هل تفهمني Beantworten يعني أجاب يجيب Beantworten Ich Beantworte Meine E-Mails يعني أنا أجيب على رسائل بريدي الإلكتروني Gewinnen فعل يعني فاز يفوز Gewinnen Sie hat eine Reise Gewonnen لقد فازت برحلة Die Reise يعني رحلة Gewonnen هو الفعل Gewinnen في الماضي يعني لقد فازت برحلة Fotografieren يعني التقط الصور أو صور يصور fotografieren Sie hat mich von Bahnhof abgeholt يعني لقد أحضرت أو جلبت من محطة القطار Sie hat mich von Bahnhof abgeholt محطة 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 ترجمة ترجمة نانسي قنقر